السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب في تقنية رقمية 2.1 في وحدة علم البيانات في درس التنبؤ باستخدام Excel 3 في الدرس السابق تحدثنا عن الانحدار الخطي والتشفير سواء التشفير المتماثل والتشفير غير المتماثل في درس اليوم سنقوم بالتطبيق العملي على كل ما سبق في هذه الوحدة أيضا نتحدثنا عن التشفير في Excel نلاحظ دينا هنا فتح مصنف فارغ بهذا الشكل ثم نقوم بإعادة تسمية الورقة نسميها الطقس والأحداث ثم نقوم بتسمية الأعمدة في الجدول هي الشهر والمدينة والمدينة ودرجة الحرارة العظمى ووحدتها درجة مئوية ثم متوسط حطول الأمطار والوحدة بالمليمتر ثم أخيرا عدد الأحداث إذن لدينا خمس أعمدة في الجدول وسيكون عنوان الجدول الطقس والأحداث في المملكة العربية السعودية ثم نعمل دمج وتوسيط العنوان للأعمدة بهذا الشكل ثم نبدأ بأنواع التحقق في البداية التحقق من البحث والتواجد وسنطبقها على العمودة الأول عمودة الشهر نقوم بتحديد الخلايا من A3 إلى A17 عن طريق تبويب بيانات ثم من أدوات البيانات نأخذ التحقق من صحة البيانات في هذه النافذة التحقق لدينا إعدادات ورسالة إدخال وتنبيه إلى الخطأ من إعدادات سنأخذ قائمة ونلغي الصح أمام تجاهل الفراغ ونضع في المصدر الأشهر المرادة وضعها والمراد وضعها في هذه القائمة نحدد الأشهر فقط المطلوبة نلاحظ أن نكتب يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو ولم نكتب أغسطس لأنها غير موجودة في الجدول سبتمبر أكتوبر نوفمبر وأيضا لم نكتب شهر ديسمبر لأنها غير موجودة في الجدول فنقيد عملية البحث عن طريق هذه القائمة نضع موافق نلاحظ مباشرة أن تنسى القائمة لدينا نختار منها الأشهر المراد وضعها نقطة أخرى من التحقق من صحة البيانات لدينا أيضا رسالة إدخال نرغب في وضع رسالة إدخال تبين للمستخدم ما هي القيمة التي سيتم إدخالها بحيث يكون العنوان تعليمات إدخال الشهور وفي الرسالة الموجودة يجب أن تختار أحد الشهور من القائمة ثم نختار موافق بمجرد النقر على موافق نرى تعليمات إدخال الشهور ظهرت بجانب القائمة يتبقى لدينا رسالة الخطأ من التحقق أيضا من صحة البيانات نأخذ تنبيه إلى الخطأ والنمط يكون إيقاف حيث نضع العنوان لهذه الرسالة أو رسالة الخطأ القيمة التي أدخلتها غير صالحة وفي رسالة الخطأ يمكن إدخال القيم من القائمة فقط ثم نختار موافق أنهينا عملية التحقق من البحث والتواجد نقوم بإدخال البيانات للأشهر نلاحظ أن التعليمات موجودة بالجانب باللون الأصفر نختار يناير يناير ثم فبراير بهذا الشكل عفوا حسب الجدول الموجود في الكتاب في حال مثلا كتابة شهر غير موجود في القائمة مثل شهر ديسمبر نلاحظ أن أعطانا رسالة خطأ القيمة التي أدخلتها غير صالحة يمكن إدخال القيم من القائمة فقط إذن ديسمبر شهر غير صالح نكمل هذا العمود ثم ننتقل إلى عمود المدينة في عمود المدينة من بي ثلاثة إلى بي سبعطعش سنحقق أو سنتحقق من الطول في المدينة طول المدينة اتفقنا أن المدن في الجزء النظري أنها ستكون جدة والرياض فعدد الأحرف ستكون من ثلاثة إلى ستة نختار في معيار التحقق طول النص ونضع البيانات بين ثلاثة وستة ثلاثة في الحد الأدنى وستة في الحد الأقصى ونلغي الصح أمام تجاهل الفرق ثم أيضا نضع رسالة إدخال تعليمات إدخال المدن في رسالة الإدخال يجب أن يتجاوز اسم المدن عددا محددا من الحروف ثم نختار موافق نلاحظ أن التعليمات ظهرت باللون الأصفر بجانب اسم المدينة لدينا المدن جدة والرياض جميعها تنطبق عليها الشروط ولكن عندما نكتب مكة المكرمة بهذا الشكل نلاحظ أنه تظهر لدينا رسالة خطأ لا تطابق هذه القيمة مع قيود التحقق من صحة البيانات المحددة لهذه الخلية لماذا كتبت مكة المكرمة فيها أكثر من ستة أحرق ونكمل باقي العمود بهذه الطريقة ننتقل إلى درجة الحرارة العظمى درجة مئوية التحقق من صحة النطاق نحدد الخلايا أيضا ثم ننتقل إلى التحقق من صحة البيانات إعدادات مخصص ثم نضع الصيغة الموجودة في الكتاب جملة أنت ثم نفتح قوس نحدد النطاق من سي ثلاثة إلى سي سبع تحقق نطاق الحقول المطلوبة بأن هذه الحقول يجب أو الخلايا يجب أن تكون أكبر من قيمة عشرين أيضا جملة أخرى مرتبطة بالآن الحقول من سي ثلاثة إلى سي سبعة عشر تكون أقل من خمسة واربعون ونغلق القوس نلغي عملية تجاهل الفرق برسالة إدخال تعليمات إدخال درجة الحرارة وفي وفي رسالة الإدخال يجب أن تكون بيانات درجة الحرارة ضمن نطاق محدد من القيم نعطيه موافقة أيضا بإمكانك بطريقة أخرى لدرجة الحرارة بنفس الطريقة إعدادات وأن نضع عدد عشر وأن يكون هذا العدد بين عشرين كحد أدنى وخمسة واربعين ويعطي نفس القيمة أو نفس التحقق من صحة النطاق في رسالة الإدخال نضع تعليمات إدخال درجة الحرارة وفي الرسالة نكتب يجب أن تكون درجة الحرارة ضمن نطاق محدد من القيم وفي التنبيه إلى الخطأ أيضا نضع النمط إيقاف ونضع العنوان القيمة التي أدخلتها غير صالحة وفي الرسالة يمكن إدخال قيم الحرارة بين 20 و 45 درجة مئوية فقط ثم تختار موافق نلاحظ الآن ظهرت لدينا التعليمات بإمكانك أن تقوم بإدخال درجة الحرارة مثلا درجة الأولى كما هو موجود في الجدول 28.80 ثم 20.70 في حال في حال الخطأ في عملية إدخال الدرجة مثلا درجة 10 يعطيك رسالة خطأ يمكن إدخال القيم بين 20 و 45 فقط لأن 10 لا تنضمن النطاق بعد ذلك ننتقل إلى التحقق من الصيغة في متوسط حطول الأمطار يمكننا أيضا أن نختار عدد 10 ونضع متوسط حطول الأمطار بين القيمة 0 و 30 ونقوم بكتابة التعليمات ورسالة الخطأ نلاحظ لو وضعنا سالب 12 أعطاني رسالة خطأ أن هذه القيمة ليست موجودة أو النصيغة خاطئة في عملية الكتابة نكمل هذا العمود ثم ننتقل للعمود الأخير عدد الأحداث ومن بيانات التحقق من صحة البيانات لكي نتحقق من صحة النوع ثم إعدادات عيارة تحقق من الصحة سيكون عدد صحيح في بيانات بدلا من بين نختار أكبر من أو تساوي نريدها عددا موجبا فنختار أكبر من الواحد ونكتب رسالة الإدخال أكتب تعليمات إدخال عدد الأحداث وفي الرسالة لا يمكن أن يكون عدد الأحداث سالبا أو صفرا لا يمكن أن يكون عدد الأحداث صفرا أو قيما سالبة وفي رسالة الخطأ أيضا نكتب العنوان القيمة التي أدخلتها غير صالحة وفي رسالة الخطأ نكتب عدد الأحداث صفرا أو عددا سالبا نلاحظ هنا نستطيع أن نكتب التعليمات ظاهرة أمامنا تعليمات الإدخال نضع الأحداث كما هي موجودة في الكتاب 2 5 1 في حال كتابت بالخطأ عددا سالبا نلاحظ أنه يأطينا رسالة خطأ ونختار إعادة المحاولة مرة أخرى ونكتب القيمة كما هي موجودة في الكتاب لأن يتحقق من صحة البيانات كان هذا هو التحقق من صحة البيانات نكمل باقي الجدول ونلاحظ ظهور التعليمات في حال أن وضعنا قيمة خاطئة وليست من نفس النوع سيعطينا رسالة خطأ هكذا هكذا يكون الجدول مطابق للموجود في حال رغبة في الحصول البيانات عن طريق موقع الهيئة العامة للإحصاء نلاحظ نستطيع أن نأخذ بيانات 2018 ثم من جدول الإكسل نقوم بتنزيل الملف الخاص في البيانات ومن الورق أسفل نأخذ البيانات الوصفية عفوا الفهرس ثم نختار الجدول أو الشكل المراد في الكتاب المدرسي وهو متوسط السعر اليومي أو العائد اليومي لوحدات الإقامة حسب الشهور في عام 2018 نلاحظ هذا هو الجدول من الهيئة العامة للإحصاء تقوم بنسخ البيانات الموجودة فيه وتطبيقها في الجدول لماذا للتنبؤ التنبؤ من ورقة التنبؤ نلاحظ نهاية التنبؤ نضع الرقم 24 بحيث يعطينا بهذا الشكل اللي بلونا الأزرق البيانات السابقة أو العام نفسها 2018 نحن نريد التنبؤ بـ 2022 بداية التنبؤ من 12 وفاصل الثقة وضعنا 95 كما هو موجود افتراضي بمعنى أن نسبة الخطأ 5% كما نرى لدينا القيمة الأدنى والقيمة الأعلى تستطيع من خط إلى عمود تنقله بهذا الشكل اللون اللون الأزرق القيمة الموجودة الفعلية واللون البرتقالي هو التنبؤ بعد أن نعمل إنشاء سيعمل لنا إنشاء للتنبؤ لعام 2022 اللي حنا نرغب في وضع هذا التنبؤ عند إنزال نلاحظ أن الأشهر أزالها لنا ولكنها أبقى الأرقام الخاصة إلى شهر 12 في عام 2018 وحنا بدأنا من 13 إلى 24 لعام 22 نلاحظ لدينا هنا القيمة موجودة هنا القيمة أو التنبؤ المطلوب 213 السعر في حال الانخفاض يكون 130 وفي حال الارتفاع يكون 296 لدينا قيمة أعلى وقيمة أدنى في التنبؤ نلاحظ القيمة لدينا هنا 256 الأدنى لها 239 والأعلى 273 بهذا الشكل هذه هي القيمة الحقيقية لعام 2018 وهذه هي التنبؤات الخطة الأوسط هو التنبؤ بعد ذلك ننتقل إلى التشفير عن طريق معلومات ثم حماية مصنف ثم التشفير باستخدام كلمة مرور نضع كلمة مرور قلنا التشفير في درس التشفير المتماثل نضع كلمة مرور لحماية هذا المصنف ثم نختار موافق يطلب مننا إعادة إدخال كلمة المرور مرة أخرى فنختار موافق الآن مطلوب إدخال كلمة المرور لفتح هذا المصنف هل تريد حفظ التغييرات؟ نعم حفظ في حال الرغبة بفتحها مرة أخرى سيكون بهذا اللون غير قابل لفتح إلا بكلمة المرور نضع كلمة المرور ونختار موافق فيقوم بفتح المصنف لنا هذا كانت تطبيق العملي لهذه الوحدة سؤال عزيزي الطالب لماذا؟ نشفر البيانات شكرا لكم على حسن المتابعة نلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم